وحبينا لو تكون أذان ساغية أنه على الدولة تتدخل في قضايا الميراث أعطينا فكرة أنه بمجرد وفاة صاحب الملك جدك أو باباك أو الأمتاك أو أي شخص آخر انتقل من الورث تدير الدولة أجل ثلاث سنوات على الأقل مثلا تخلين وراثة في بعضهم يتفاهموا بعد ثلاث سنوات إذا ما تحركوش تتدخل الدولة إلزاميا ووجوبا لازم تدخل الدولة تقسم وتدي حقها لأنها ستقوم بعمل ورح تشغل موظفين وتشغل موثق وتشغل محافظة عقارية وتشغل كل الجهات تدخل في العقار وتدي لما يعرفوا الناس أن الدولة ستدخل بعد مرور ثلاث سنوات وتنقسلهم من العقارة تدي حقها ما يستنوش ثلاث سنين يقبلوا كل الحلول ويقسموا العقار لأن لو كنت تديروا هذه الطريقة ما يبقاش الميراث عشرات السنين ما هوش مقسوم بين الورثة شكرا